تتواصل أزمة مباراة المنتخبين الليبي والنيجيري لحساب الجولة الرابعة من تصفية المؤهلة لكاس أمام أفريقيا المغرب 2025 إثارة الجدل ويسعى كل طرف للدفاع عن موقفه لسيما بعد أن تقرر إلغاء المواجهة بسبب مشاكل خارج أرضية الملعب بالتحديد في أحد مطارات ليبيا بعد وصول بعثة المنتخب النيجيري لمدينة منغازي ولمناقصة هذا الموضوع معنا من تونس الزميلة الإعلامية لبي مراد دخيل مراد أهلا بك أهلا بك منصف تحية لك ولكل المشاهدين ندعا أهلا بك بداية قربنا أكثر من مستجدات هذه القضية شوف منصف بداية القضية التسير الآن على طاولة لجنة الانضباط والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد ما أخذت صدى إعلامي كبير حقيقة في الساعات وفي الأيام الماضية نشاهد بأن هناك تأجيش حقيقة للموقف ولمشهد بشكل عام حول هذه المباراة التي كانت من المفترض أن تقام في ظروف طبيعية وفي أجواء ملائمة ومناسبة حقيقة السلطات في ليبيا والاتحاد الليبي لكرة القدم حاولوا توفير كل الإمكانيات مثل ما هي العادة حقيقة ليبيا تستقبل المنتخبات الأفريقية والأندية وتخوض مبارياتها دون أي مشاكل ربما هي السابقة الأولى التي تبادل فيها نيجيريا بتأجيش هذا الموقف مستغلة لنجومية بعض اللاعبين الذين ينشطون في دوريات أوروبية نشرت نيجيريا والمنتخب النيجيري صورا في المطار هي ربما لا تمثل شيء من ما عاشه المنتخب الليبي في لاكوس وفي أويو وأثناء التنقل إلى أويو في مباراة الجولة الماضية حقيقة عندما فقد المنتخب الليبي المباراة بنتيجة هدف دون مقابل عاش المنتخب الليبي أحداث ومشاهد حقيقة لم نعحدها في كرة القدم وهي تمثل حدث كبير أكبر مما عاشه المنتخب النيجيري كل ما في الأمر بأن هناك تأخير وتحويل في مسار الطائرة التي كانت تقل المنتخب النيجيري من مطار بنينة إلى مطار الأبرق وهو المطار الذي تخصصه الدولة الليبية لإطلاق الرحلات الخاصة التي تنقل المسؤولين سواء كان رئيس مجلس النواب سواء كان الوزراء وغيره من الممثلين السياسيين والسلطات في ليبيا لكن حقيقة ربما هذا التقدير الذي حظى به المنتخب النيجيري حاول المنتخب النيجيري أن يؤجج الموقف كانت هناك مشاكل فنية في استقبال طائرة المنتخب النيجيري تزامنت مع موعد وصولها لهذا اضطرت السلطات الملاحية تحويل الرحلة إلى مطار الأبرق وكما أشرت بأنه مطار يبعد حقيقة 200 كيلو متر على مدينة منغازي والطريق مؤمن بشكل ممتاز وكل الأمور تسير على ما يرام وربما خير دليل هو إقامة بطولة للمينيفوت في مدينة درن التي تبعد كيلو مترات قليلة واستقبل فيها ليبيا وأيضا الاتحاد الليبي للمينيفوت ممتلين من دول عربية مجاورة جاءوا وشاركوا وتجرى حتى هذه اللحظات منافسة هذه البطولة لكن بالتزامن مع هذا الحدث وصل المنتخب الغاني إلى مدينة منغازي وصل أيضا المنتخب السوداني إلى مدينة منغازي لعبة المباراة لكن ربما المسؤولين في نيجيريا أرادوا أن يحولوا مسار هذه المباراة من مباراة تلعب على أرضية الملعب إلى أحداث أخرى وربما أيضا هناك حادثة لم يتطرق لها الإعلام حقيقة وهي وفاة صحفيين في اليوم الذي يسبق إقامة مباراة نيجيريا وليبيا في مدينة أويو النيجيرية عندما توفي صحفيين كانوا في طريقهم إلى مدينة أويو من أجل تغطية أحداث هذه المباراة وربما هذا الحدث الكبير حاولوا أن يتم استقلاله وخلينا نقوله ضغطية هذا الأمر بمشاكل أخرى اقتلقوها لكن الآن الأمر لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي يدرس هذا الملف طلب من الاتحاد الليبي توضيح ما حدث والاتحاد الليبي شكل لجنة ومحامي على مستوى عالي من أجل الدفاع عن حضوض لأن حقيقة النقاط هذه المباراة لابد أن تذهب لليبيا لم نسبق مشاهدة منتخب يصل لدولة ما ويمتنع عن حوض هذه المباراة فأعتقد بأن اللوايح والقواني تكفل لليبيا ثلاثة نقاط في مشوار هذه التصفيات أخي منصر نعم مراد بذكر اللوايح والقواني التابعة للكافاكيد كيف تنظر للحادثة والصخب الإعلام الكبيرة الذي عاشته وما توقعاتك بخصوص قرارات الاتحاد الأفريقي لللعبة أقيقة الصخب الإعلام الكبير الذي عاشته هذه الحادثة هو أمر إيجابي بالنسبة للمنتخب الليبي لأنه عرف العالم عن ما عاشه المنتخب الليبي في نيجيريا من أحداث كما سلفت الدكر حقيقة تحدث مع مسؤولين في البعتة مع لاعبين لهم بعض طويل في المشاركات الأفريقية وخاضوا عديد المباريات في أدغال القارة وصفوا لي بأن ما عاشوا في مدينة أويو هو شيء أشبه بالمستحيل التنقل من خلال طرقات غير مؤمنة محاولة تستطيع عليهم في الطريق أيضا خلينا نقول استفزازهم وإنزامهم على دفع رشوة من أجل استلام معداتهم وأغراضهم وأيضا البقاء في ساحة البسجد المخصصة في المطار وربما الصور تكشف ذلك بأن اللاعبين بقوا في المطار لساعات طويلة وعاشوا أحدات مؤسفة لكن اليوم أعتقد بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدرس هذه القضية من جوار مختلفة لأنه في موقف محرش حقيقة ويبدو بأن لم يسبق له التعامل مثل عاكدة أحداث وحوادث فلهذا ننتظر بأن هذه المباراة أن تذهب نقاطها لليبيا وأن تكون النتيجة لصالح ليبيا وأن ينصف الكاف حقيقة نعم ونتمنى أن تكون القرارات تخدم مصلحة الصورة العامة للكرة الأفريقية مراد دخيل كنت معنا من العاصمة تونس شكرا لك شكرا لك منسل